للخير مواسم وللإيمان نفحات والرمضان وحشة من عام لعام معسكر روحاني ترتفع في درجتنا وتسقل في معدننا وتغسل في همنا لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني الأجزاء التانية عبادة وترتيل لكن الأهم هو تنقية النفس والروح في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق في رمضان بودكاست مع حلان عواد ندعوك يا الله يا رحمن يا رحيم أن تعيننا على ضبط النفس وأن تؤتينا القوة والحزم أن تملأ قلوبنا بالمغفرة والصبر وأن تحرر أرواحنا من الأذى والألم والارتباك وأنت تغمدنا برحمتك اللهم اجعلني لينا لطيفا كريما متسامحا ومحبا لذاتي وللآخرين اللهم احمني من نفاذ الصبر والإحباط والاستياء والحقد والغيرة اللهم أغدق نعمك علينا وجدد أرواحنا وامنحنا قوة جديدة تمكننا من العمل والسعي فيما تحبه وترضاه أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد والنهاردة كنت بفكر في مفهوم الرعاية الذاتية والتعاطف مع النفس للأسف المفهوم ده بعيد شوية عن مجتمعاتنا وبناخده كأنه نوع من الأنانية مع أن الرعاية الذاتية دي هي مفروض تكون عملية يومية بنعملها علشان نحرر أنفسنا من النقد الذاتي ومن مشاعر الإحساس بالنقص والدونية ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا توضيل طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بينظر لنا هذه النظرة إن إحنا ما بين كل مخلوقاته في أعلى منزلة ليه بقى نبقى إحنا قسيين على أنفسنا بتعدي في حياتنا محن شديدة وألأ ممكن نعاني من مشاكل في النوم ممكن نعاني في مشاكل مع الشهية مش قادرين ناكل أو بناكل كتير قوي ممكن نشعر بمزاج يعني ملخبط كده ممكن ندخل في حاجة مفرطة يعني مثلاً اللي بيدخن يدخن كتير قوي اللي بياكل ياكل كتير قوي اللي بينام بينام كتير قوي اللي يصهر يصهر كتير قوي شيء مفرط ممكن ندخل في مشاكل الإدمان والإدمان هنا أنا ما بتكلمش على إدمان المخدرات والحشيش والبانجو والكحول والحاجات دي أحيانا بنود من الأكل مثلا أو بنود من حاجة معينة في الأكل ملح كتير سكر كتير بنود من الفرجة على التلفزيون إنه بيبقى نوع من الهروب ممكن يبقى فيه جوانا رغبة إن إحنا نؤذي نفسنا سواء جسديا أو نفسيا نحنا نقول لنفسنا كلام وحش أو إن إحنا نعمل لنفسنا عزلة اجتماعية بنواجه الأمور دي وما بقللش منها وده اللي لازم يدفعنا إن إحنا ناخد موضوع الرعاية الذاتية ده على محمل الجد ونهتم بيه قوي سهل إن إحنا نشعر بالتصالح مع أنفسنا وبالسلام الداخلي ده لو جت لنا إشارات من عالمنا الخارجي إن إحنا كويسين كأننا عايشين حياتنا عشان نحقق ما يتوقع الآخرين مننا ودايما سلمنا الداخلي ده مرتبط بنظرة الآخرين لنا وخفنا من الآخرين أو خفنا من إحساس الإهانة أو الامتهان من الآخرين هو اللي بيدفعنا للعمل للتصرف تصرفات معينة في حياتنا وبنفقد تواصلنا مع نفسنا إحنا وللأسف اعتمادنا على الآخرين للحصول على هذا السلام الداخلي بيعرضنا لخيبة الأمل لأن إحنا يعني بني آدم والبني آدم خطأ والظروف بتتغير حوالينا وبالتالي ما بنبقاش عارفين إزاي نتعامل مع كل ظرف بنعدي فيه فبالتالي لما يبقى حكم الناس علينا صعب بتقل نظرتنا لأنفسنا وما بنبقاش حاسين بقيمة أنفسنا لمجرد وجودنا أنا ربنا سبحانه وتعالى خلقني معناه أنه اداني قيمة أن أنا إنسان ليا قيمة بغض النظر عن نظرة الآخرين ليا بنبقى الوطفاء جدا جدا مع الناس اللي حوالينا اللي بنحبهم لما بيغلطوا بس أحيانا بنفشل في أن إحنا نعمل ده مع أنفسنا النهاردة في الحلقة دية هدفي أن إحنا نحاول أن إحنا نتعرف على أنفسنا نتعرف على مشاعرنا نحس بيها نقيمها وده نوع من الحكمة في مواجهة ظروف الحياة لأن ظروف الحياة متغيرة فإحنا محتاجين جزء قسط كبير جدا جدا من الحكمة والمعرفة علشان نقدر نواجه ظروف الحياة بدون ما نفقد أنفسنا ربنا سبحانه وتعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب والعلماء قالوا لنا أن عقولنا عاملة زي العضلة إذا شغلتها تقوى وإذا سبتها مشتغلتش تضمر فده شيء حلو جدا ده معناه أن إحنا ممكن نزود حكمتنا بأن إحنا نتعلم أكتر وأن إحنا نشغل مخنا أكتر ولما ده يحصل حنقدر نواجه الصعوبات اللي في حياتنا حنقدر أن إحنا عارفين كده يعني نسكن أنفسنا أو نسكت أنفسنا زي ما تلاقي بيبي كده بيعاية وتاخده الطبطب عليه وتعود تهديهده عشان يسكتر ولما نيجي نواجه الصعوبات هنواجهها بشجاعة وبثقة وفي النفس وبسلام داخلي مش لمجرد أن إحنا مضطرين ولا يعني مضطرين ومغصوبين على الوضع اللي إحنا فيه أول حاجة هي أن إحنا نرى الخير في أنفسنا ونرى زي ما بنرى الخير في الآخرين دايما يعني علماء الدين يحسونا أن إحنا نرى الخير في الآخرين حلو جميل ناخد بقى ده خطوة كمان زيادة أن إحنا نرى الخير في أنفسنا ونبتدي نقيم إيه الحاجات الكويسة اللي فيه والله أنا عندي حماس لما بحب حاجة بتعامل معها بحماس أو أنا مثلا صحبتي مسلية ولطيفة الناس بتحب صحبتي أو أن أنا مثلا مخلص اللي بحبه بخلص ليه؟ أن أنا ملتزم لما بحدد لنفسي حاجة بلتزم بيها أن أنا منطقي في تفكيري مش متهور أو أن أنا عندي مثلا إحساس بيديني القدرة على تقييم الأمور ده كانت صحة ولا غلط أن أنا منضبط أن أنا منضبط أن أنا بعرف زي أشجع الآخرين وطلع أحسن ما فيه أن أنا بعرف أعبر عن أفكاري كويس أن أنا كادح بحب العمل الدقوب أن أنا منظم أن أنا رياضي ولائق بدنيا وبهتم بنفسي دي كلها خصائص جودة فينا ربنا سبحانه وتعالى بيخص بشر بأشياء معينة عن بشر بس كل واحد فينا عنده خصائص كويسة خصائص جيدة أمور حلوة عشان كده الناجحين هم اللي بيعرفوا يوفقوا حياتهم مع خصائص الجودة اللي فيهم دي وده يخلينا نفكر في جوهرنا الأساسي إحنا كتير قوي بنهتم بالطبقات الخارجية اللي حوالينا لكن لازم نفكر أكتر في جوهرنا الأساسي عشان أعرف يا ترى أنا مواهبي إيه أنا قدراتي إيه إيه اللي أنا بحبه إيه اللي أنا بعرف أعمله إيه اللي أنا أقدر أنتج فيه بدل ما أحاول يعني أحط نفسي في قالب وضعه الآخرين لي أحط نفسي أنا في قالب مناسب لنفسي وبدل ما أبقى يعني مليانة بالشك أو الندم أو عدم الرضا لأ أبقى فخور بنفسي أبقى راضي عن ذاتي اعرف شعورك الحقيقي دون مبلغة ودون التقليل على فكرة من مشاكل الحياة والكلام دو ولأ بس نعرف شعورنا الحقيقي أنا بحب ده عشان كده بمشي فيه أو أنا مخنوق فبستخدم هذا الشيء كنوام الهروب اللي عنده قوة بدنية يفكر إزاي يستغل قوته البدنية اللي عنده ذكاء يفكر إزاي يستغل ذكاؤه اللي عنده إنجازات أكاديمية يفكر إزاي يستغلها الودود يفكر إزاي يوده ده هيضيف سعادة في حياته المبدع حتى أخطاء الماضي اللي احنا بنعملها نفكر نتعلم منها أنا عملت الغلط ده ليه وكانت نتيجته إيه طب أقدر أتغلب عليه إزاي إزاي ما قرروش تاني نفكر في اللي بيقوله عننا الناس اللي حوالينا وناخد الكلام ده بموضوعية ونفكر يا ترى الشخص ده بيقول الكلام ده ليه هدفه مصلحتي ولا هدفه إنه هو يحبطني طيب هو إيه اللي هو عاشه في حياته فبالتالي رأيه بهذا الشكل يا مثلا واحد عمره مسافر وعمره مراح أماكن وعمره معمل التجارب اللي أنا نفسي فيها مثلا فييجي يقول لي لا اللي انت عايزه ده وحش واللي انت عايزه ده وغلط واللي انت عايزه ده كذا وكذا وكذا نشوف هو حياته كانت إيه وبالتالي بينعكس ده على الكلام اللي بيقوله لي والنصايح اللي بيقولها لي إزاي كمان مهم قوي إن احنا نشوف الرسائل اللي بنتلقاها في الإعلانات والمسلسلات وعلى الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والرسائل اللي بيبعته هلنا أصحابنا على الواتساب كل الحاجات دي بتأثر على مشاعرنا وبتأثر على وجهة نظرنا تجاه الأمور كأن بتلون رأينا بلون مختلف لازم يعني نوصل لللب بعيدا عن المؤثرات الخارجية دي خدوا بالكم كمان إن قلة الخبرة يعني بتخلي عندنا نوع من الحشاشة النفسية علشان سواء بقى مصغر السن أو لإننا مدناش فرصة لنفسنا إن احنا نختبر خبرات متعددة فمهم جدا إن احنا نعرف اللب الأساس في شخصيتنا بعيدا عن الطبقات الخارجية اللي بنقعد نلمي فيها يوم ورا يوم من الناس اللي حوالينا لازم كمان نعرف إن الظروف والأحداث اللي بنمر بيها حاجة وإحنا نفسنا حاجة تانية الناس اللي دايما بتضع لنفس يعني بتشكل هويتها وقيمتها الذاتية بناء على ظروفها الخارجية بتتعب قوي يعني مثلا الشخص اللي كان في منصب ما كان مثلا وكيل وزارة وكان بيستمد هويته في آخر عشر سنين مثلا في عمره من هذا المنصب اللي هو فيه ويروح المكتب والناس تضرب له تعظيم سلام وده يدخل عليه رجل ورا والرجل قدام يا فندم أنا بنقول كذا 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 فجأة يتخانق مع الوزير مثلا أو مثلا مدير إدارة يتخانق مع المدير العام فياخد هذا المدير أو هذا الوزير على عاتقه تهميش هذا الشخص فبالتالي يشعر بتضاؤل في هويته لأنه كان بيزن نفسه بمقياس خارجي وأحسن حاجة يعني ممكن نعملها عشان نقيم أنفسنا بعيدا عن الطبقات الخارجية والظروف والأحداث اللي حوالينا والمناصب والحاجات اللي بنمتلكها ونظرة الناس لينا هو أننا نسأل نفسنا كل يوم يا ترى أنا النهاردة حاسس بإيه عن ذاتي وإيه مصدر هذا الإحساس إيه مصدر الشعور ده هل عشان أنا مثلا حاسس وحش عن نفسي هل عشان نقد وحش تلقيته أو أنا حاسس كويس آه عشان حد قال لي حاجة كويسة ولا هو إحساس داخلي عشان أنا أنجزت شيء معين عشان أنا عملت شيء معين ليه بنخلي أفكار الآخرين هي اللي تحدد قيمتنا مش أفكارنا إحنا هو ده المهمة قوي إن إحنا نعرفه إن إحنا نعرف إن بعيدا عن الأنانية وبعيدا عن الغرور والتيه والفخر المبالغ فيه إن إحنا نبقى سعداء بأنفسنا لما نعمل حاجة كويسة بصراحة أحسن أحسن ناس في الموضوع ده وتلاقي الأطفال تلاقي الأطفال اللي لسه ما شوهدهمش التعاملات الخارجية تلاقيه معجب بنفسه لما يعمل حاجة كويسة لما يقف تلاقيه فرحان ومبسوط عشان هو اللي قدر يقف بعد كده بقى يتعلم إنه يشوف نظرة الإعجاب في عينين بابا وماما فيضيف بقى التوكيدات الخارجية في المعادلة وشوية شوية ننسى إن إحنا نحس بقيمتنا من جوانا وللأسف نبتدي نلوم أنفسنا على عيوب بيقولنا عليها الآخرين بدون ما نفكر يا ترى العيب ده أساسه إيه إيه النواة اللي أنتجت هذا العيب هل العيب ده فعلا عيب ولا عشان أنا موجود في هذا المجتمع يعني مثلا الشخص اللي بيحب الكلام الكتير لو هو في قعدة وطغى على هذه القعدة بكلامه الكتير ده شيء وحش عيب لكن لو كان هذا الشخص مطلوب منه إنه يكون محاضر وإنه يطلع يدي محاضرة لمدة ساعة ساعة ونص واو ده مش هيبقى عيب ده بالعكس ده هيبقى نيزة كبيرة جدا لأنه هو ده الدور اللي مرسمله فبرده نفكر هل هي عيب نظرا للنتيجة اللي بتأديها هل هي عيب عشان الناس اللي حوالينا بتقول إنها عيب ولا هل هي عيب لأنها نقطة قوة في غير موضعها مش في مكانها وهنا بأكد على أهمية التواصل مع أنفسنا لما نشعر شعور سيء تجاه أنفسنا أو بالإحباط أو كده نسأل نفسنا ليه والتواصل ده على فكرة مش ناس كتير قوي بتعرف تعمله لأننا دايما بنحاول نملى وقتنا ونملى فراغنا ونملى حياتنا بدوشة دوشة 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 ناس 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 تلفزيون مفتوح عمال على بطال خناء كل يوم عشان كده ما بنقدرش نسمع صوتنا الداخلي نتعامل مع أنفسنا كأنها صديق ونفكر في هذا الصديق اللي هو النفس يا ترى أنت زعلان طب زعلان ليه انزعكت واتضيقت لما شخص قال لك نقد معين مثلا لحاجة أنت عملتها طب ليه مش يمكن هذا النقد لو طبقته تحسن من عملك ده أكتر ونحاول إن إحنا ندي لنفسنا فرصة إن إحنا نعمل حاجات متنوعة عشان أقدر أستكشف إيه اللي أنا بحبه وإيه اللي أنا ما بحبوش لو حسيت بالملل من شيء معين أفكر إزاي هل في طريقة أن أنا أضفي شوية إثارة على الشيء ده وبدل ما نحاسس بالملل ولا خلاص ده هوبلس كيس مقدرش أتعامل معاه ومش هعمله أنا مثلا جربت إن أنا أصطاد أول مرة أصطط طلعنا سمك لأن المكان اللي كنا فيه كان فيه سمك فكانت تجربة لطيفة جدا وكان فيه إثارة والسمكة بتشد وإنت سمكتك كبيرة وأنا سمكتي صغيرة وكلام دو وكانت تجربة ممتعة مرة تانية رحنا عالنوقتي طويل جدا وكنا يعني أربع أشخاص يدوبك جبنا بسريتين صغيرين وكان شيء ممل جدا جدا لكننا عشان كنا دفعنا قردي فلوس عشان نقوم بهذا النشاط كنا خلاص ففكرنا ساعتها إزاي نحول هذا الوقت لوقت مش ممل عادنا نتكلم ونحكي وندحك ونقول حاجات يعني مضحكة وكويسة فحولنا التجربة المملة لتجربة غير مملة لكن خدنا قرار بعدها إن إحنا مش هنروح نستقل تاني خلاص إحنا كده استكفينا فلازم نفكر في تجارب وحاجات نعملها مش مؤذية لكن هتدينا نظرة داخلية على أنفسنا من جوه كمان من الحاجات اللي أنا حاسة إنها بتخلينا مش قادرين نتواصل مع أنفسنا إن إحنا للأسف فقدنا القدرة على الاسترخاء على الراحة بنبقى على طول في خضم شيء ما دايما فيه هدير بيهضر في البيئة بتاعتنا دايما ممكن يكون فيه إحساس من القلق أو الخوف أو الغضب فبالتالي جسمنا بيستجيب لكل المحفزات دي بشكل بيمنعنا إن إحنا نسترخي وإن إحنا نرتاح فلازم بقى ناخد قرار واعي إن إحنا نحط نفسنا في حالة الاسترخاء دي والاسترخاء دا هيعمل بقى توازن في في نفسنا وفي عضلاتنا وفي أفكارنا وعلى فكرة في الأول دا شيء صعاب جدا جدا لما ابتديت ألعب يوجا كان صعب قوي 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 إن أنا أشعر بالاسترخاء اللي الناس اللي حوالي شعرين به اللي هم بقى متمرسين في اليوجا واللي كنت باخد معاها الكلاسز كانت ستة هادية جدا جدا وما كانتش بتتكلم كتير بعد كده ابتديت أاخد مع مدربة تانية بتتكلم كتير طول الوقت فكنت بخرج من كلاسي اليوجا مش حاسة بالشعور ولا الاسترخاء مش حاسة لما قارنته بالكلاسز اللي كنت باخدها مع الستة الهادية دي حسيت بالفرق الستة دي على ما تتكلم كتير 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 مش مدياني فرصة إن أنا أسمع صوت نفسي مش مدياني فرصة إن أنا أتواصل مع داخلي فعرفت إن اللي أنا ما كانش عجبني في الأول دو لإني ما كنتش متعودة إن أنا أسمع صوت ذاتي إن أنا أحس بنفسي وبعدلاتي وإن أنا أفكر في كل سنتيمتر مربع من جسمي أحس به حتة حتة في ناس الموزيقة الهادية بتعصبها تخيلوا الأصوات الهادية بتعصبها لإنها ما تعودتش إنها تسمع نفسها النفس كمان أغلبنا بيتنفس غلط أغلبنا ما بنعرفش نتنفس صح ما بناخدش نفس عميق يدخل أكسوجين لجسمنا للأسف التلوس والسجاير والأبخرة والمنظفات الكيموية والكلام ده كل ده ضرب رئتنا فما نفس والنفس لازم يبقى فيه مودة ورحمة وسكينة بس للأسف ما بنديش نفسنا فرصة ان انا نشعر بيها تخيلوا كده يعني الفرق ما بين حالة السكينة وحالة اللاسكينة زي الفرق ما بين بحر فيه تسونامي موجب يعله ويدب تخيلوا قوة هذه الموجة وهي بتهدم مباني وبتهدم مدن وتقلع شجر من مكانه دي حالة اللاسكينة حالة السكينة بقى لما نروح عند نهر هادي وموجور اخراق ولطيف هي دي حالة السكينة هي دي حالة السكينة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن واحنا فشلنا في تحقيق هذه الحالة في بيوتنا بالزعيق والنقار والخناء وتكبير الامور البسيطة الهايفة وكمان عشان ما بنتنفسش صح وكمان عشان البيئة اللي حوالينا ما فيهاش ريحة حلوة السكينة بتيجي من الحواس الخمسة عينينا ما تشوفش كركبة تشوف مكان مترتب ايدينا ما تلمسش حاجة خشنة ودنة تسمع حاجة رقيقة جميلة قنفنا تشم ريحة نعمة حلوة بكده نبني في حياتنا السكينة ولما نبني في حياتنا السكينة حنقدر نتواصل مع انفسنا مش هيبه فيه دوجة في الدماغنا مش هيبه فيه هادر رررررررر الصوت ده كأن الواحد في ورشة إنتاج مش قادرة أنسا ان انا مهندسة ودي أمور نعملها يوميا نشوف الأكل اللي بيهدينة نشوف المية السقعة الجميلة الحلوة نشوف النوم نشوف الحاجات اللي بنشوفها بعنينا وبنلمسها بأيدينا وبنسمعها بوداننا وبنشمها بأنفنا كل ده كل ده حيدخل السكينة وكل ده نوع من الرعاية الذاتية لأنفسنا والطراحم الذاتي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يعني لما يشتد عليكم المرض لما يشتد عليكم ظرف معين فيه ناس بتيأس وتبقى نفسها إنها خلاص يعني تموت وفيه ناس وليعوذوا بالله بتقدم على الفعل ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله كان بكم رحيمة مش هنكون إحنا رحماء بأنفسنا لازم نبقى رحماء بأنفسنا ونفكر بأنفسنا على إن إحنا أصدقاء ناس بنحبها نفسنا دي أنا أكلم حنان وأقول لها حنان أنا بحبك وإنتي زي ما إنتي ربنا سبحانه وتعالى كرمك وخلاكي إنسانة غالية فإنتي غالية علي أنا بكلم نفسي وأدي وأعيش مع نفسي لحظة من لحظات التراحم مع الذات وأكون لطيفة مع نفسي وتبطب عليها وأقول لها ما تزعليش دي أزمة وهدعدي كل الأمور حتى تبقى في الآخر كويسة وختاما يا الله يا رحمن يا رحيم إن أرواحنا تواقة لرجدك وهدايتك اللهم منحنا العزيمة والإخلاص واشفي أوجاع قلوبنا نحن الفقراء إليك يا الله جئناك نحتمي بحصنك المتين فازدل علينا لباس الستري وظلنا بظلك ووسع لنا في أرزاقنا اللهم آمين أرجو إن أنت تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة أنا شخصيا استمتعت بيها واستفدت جدا جدا وأنا بذكر نفسي بالمفاهيم دي اللي بحاول إن أنا أفكر نفسي بيها من فترة لفترة لما بلاقي يعني نفسي أصبحت قسية شوية مع ذاتي اتكلمت على أمور معينة ياريت تحاولوا تعملوها في حياتكم وصدقوني دي أمور بسيطة وسهلة لا هي مكلفة ولا محتاجة مجهود بالعكس بالعكس إحنا بنهدف للراحة والسكينة ولو تعرفوا حد في حياتكم شخص ما محتاجي يسمعي الكلام ده عشان يتدي تاني يبقى رحيم مع نفسه ورحيم مع ذاته ياريت تبعتولوه الفيديو ده وتذكروه بالأمور دي وتذكروا أنفسكم وإن شاء الله إن شاء الله لو فعلا طبقتوا اللي أنا بقوله لكم هتلاقوا نتيجة حلوة جدا جدا عن تجربة أشوفكم بكرا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر